اتحيي لكم من جديد مشاهدينا الحديث المستمر عن القراءة سيستفز الكثيرين بشكل إيجابي ويدفعهم نحو القراءة وحتى ما لا تستهويه من بينهم لذلك تحرص جميع الجهات الحكومية والخاصة على إطلاق مبادرات متنوعة تختص بالقراءة لخلق جيل قارئ ومثقف وواعي واستجابة لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بجعل عام 2016 عاما للقراءة للحديث أكثر عن مبادرات عام القراءة معنا الدكتورة مريم شناصي رئيس جمعية الناشرين الإماراتين يهلا ومرحبا دكتورة وشكرا وجدتش معنا في هذه الفقراءة يهلا ومرحبا حياتي الله دكتورة مريم أول شيء طبعا يعني كانت البداية الحديث المستمر عن القراءة سيستفز الكثيرين بشكل إيجابي هل أنت مع الحديث الكثير عن القراءة حتى يصبح الأمر من كثير ما تستوعب الناس وتقرأ أو ضد هذا الأمر هو بالتأكيد إذا إحنا تكلمنا وتحاورنا وتحدثنا عن القراءة وأي موضوع آخر نبدأ نحنا نتحاور وبعدين نقدر نطلع بخلاصات معينة وكيف نحن نستفز لكن لما نتكلم مع الناس الناظجين الكبار أو نتكلم مع الطفل فبتكون لغة الحوار متفاوتة ومتباينة فلابد نستخدم العبارات والممكنات الأساسية حتى فعلا نستفز بشكل إيجابي القراءة ارتبطت بشيء جدا مزعج وهو الكتاب المدرسي والمذاكرة والحفظ والامتحان صحيح هيا ناس جماغة فهم لما ارتبطوا بالكتاب المدرسي وبيقالب معين هم بدأوا يملون واعتبروا والكتاب مرتبط بالامتحانات ولازم نحن نشرت خلاص لازم نحن نتخلص منها الكتاب لا نبغي لإلزام طريقة الطريقة التي تتعامل فيها مع الطلاب والذكور تختلف عن الطريقة التي تتعامل فيها مع الطالبات كيف نحن نوجه لهم الكتاب أو كيف نحن نحط لهم برامج تتناسب مع ميولهم وطبيعتهم لا بد أن نراعي هذه الأشياء فلنحط لهم الكتاب المدرسي في قالب معين وما يكون معهم ملحقات وما يكون معهم مثلا جزء من الكتاب نقول له ولكن لهم تكون تعرف عن الكون عن الوراثة عن الجغرافية حددنا نحن لبقى محتوى عام وهو له حرية اختيار الكتب ويكتب عنها ويتكلم بأسلوبه لا بد أن يكون فيه متسع من الحرية هنا نحن نتغيرت عن المفاهيم الآن لأنه صار الكل يتكلم على القراءة وفي المذاكرة القراءة ودخلنا في مشروع وايد مهم جدا على مستوى العالم العربي والكل فخور بهذا المشروع الذي هو تحدي القراءة العربي صارت المنافسة أكبر إذا أنا عندي تحدي أنا عندي كذا عندي منافسة عندي جائزة بوصل الرئيس الوزراء فصار فيه الممكنات اختلفت والأسلوب اختلف جميل جدا زين هل فعلا دكتورت شوفين مبادرة القراءة التي صارت وانتشرت في أكثر من مكان حتى في الكوفيات في المقاهي في الدوائر الحكومية في المدارس في العيادات صار في المبادرة هذه موجودة حتى لو ما في شيء اكتاب موجود الواحد يمسكه ويقرأ قد يتصفحه قد يقرأ قد يطلع عليه فيه المفاهيم مختلفة فيه كتب ما تعنيلي انا مم مهتمة فيها فممكن انا اطلع عليها او طبيعة الكتاب اني راويني مثلا صور لبلدان العالم موسوعة او كتاب مثلا يكون كتاب الجيب كتاب صغير كتاب انا ملازم اكون ملمة بكل شؤون الأدب العربي واللي متخصص في الأدب العربي ما في شرط يكون متخصص في العلوم والوراثة وعلم الجينات بسلام يكون ملمة شوي يعني فيه المام انا مثلا يهمني صفحتين من الكتاب غيري لا مهم عنده انه يتعمق في الكتاب ميولة اللي انا احب اقراه في الكتاب هذا او يعني امكان احتياجات معينة صحي فما نفرض على الناس الكتاب المدرسي كان قالب جامد ملزم حاصرين بامتحانات والصفحات اللي مانا بغيها ترك لها مشطوبة مشطوبة او مطرورة من الكتاب فصار ما فيه احترام من الكتاب هذه هي المشكلة كانت الآن لا فيه ابداع فيه ابتكار سوي اللي تباه لكن بس عندك محور معين تتكلم فيه وتتحدث وبنسوي بينكم منافسة وانت ليش تقرأ تقرأ لعمرك ليش تثقف تثقف إذا نحن بعدين مع الأجيال الحديثة الأجيال الصغيرة طلاب المدارس مو على مستوى دولة الإمارات المنافسة أصبحت على مستوى العالم العربي وملايين الطلبة يعني وصلنا إلى رقم ثلافة مليون التحدي اللي اعلنه سمو الشيخ محمد براشد سبع مليون فإذا نحن عندنا تحدي يقادم له سبع مليون ستنافسهم في القراءة طب إذا نتكلم على فكرة في شريحة جدا مهمة وهي الطلاب يمكن مثل ما قلت يقاموا يكرهون القراءة من وراء الكتاب لأنه إلزامي هناك طرق أو استراتيجية يتبعونها خاصة في تحفيز أو في تحبيب الطفل أو الناشئ في حب القراءة في أساليب معينة من الواحد الكتاب لسن معينة مثلا يقولون من سن محدد الأم لازم تقرأ في استراتيجية وطنية لدولة الإمارات ذكرت أن وزارة الصحة معنية بالمبادرات الخاصة بالمرأة الحامل أنها لابد أن تعطى كتب مجموعة الحقيبة للقراءة لتثقف نفسها تتعلم كيف تقرأ للطفل من سن الصغير حتى في كتب للصغار يكونون من سنتين وثلاث وسنة تختار في حسب مدراك وهي معتمدة على الصورة على الألوان لكن كل ما يكبر الإنسان يجب أن تقل الصور هذه ويزيد الكلام الأساس الإنسان أو الطفل يقدر يقرأ وليس يرى الصورة ويقول صورة القلم يقول لك قلم ولكن لا يقدر يقرأ قلم طبعا لدينا صعوبات في القراءة فهذه الطلبة يحتاجون يأخذون دروس خاصة أو برامج خاصة لأن هناك أحيانا بعض الحالات النفسية في تلعثم في الصعوبة في القراءة صعوبة في الإدراك صعوبة في الفهم ما يقدر يقرأ لكن يقدر يبتكر بشكل مختلف يقدر يسوي ورش فإحنا لابد أن يكون الكتاب هذا مناسب لكل مرحلة فالمعلمة لابد تكون أو المعلم أيضا يكون مدرك ولي الأمر لابد مدرك إذن من البدايات إحنا مدركين بأن البيت كله لابد أن يكون قارئ يكون فيه مكتبة لذلك فيه جائزة لأفضل ولي أمر لأفضل أم تشجع على القراءة وكيف تشجعهم وهنا الساحة مفتوحة لجميع المنافسة فيها في هذه الأشياء وكل لابد أن يشارك طبعا الآن القراءة الإلكترونية أنت عندي قدر نشر صحيح ولذلك مرغم على قراءة الكتب ولكن على القراءة الإلكترونية هل أنت معه أو ضد القراءة الإلكترونية وأيضا هل هي أسهل الورقية نريد أن نعرف تجربة الخاصة بالنسبة لأحيان نحن نأخذها على مستويات طلاب المدارس بدأوا ينزلون لهم على التطبيقات مجموعة من الكتب حوالي في برنامج تطبيقية للوطن العربي متاح لجميع الاستخدامات بسهولة حوالي تقريبا 400 إلى 500 كتاب نزلين هي قصص أطفال جميل فهم يكونون مرتاحين أنهم يتناولون هذه المكتبة الإلكترونية يشلها في الآيفاد هل تعلم باسم الموقع هو موقع مقروع يعني سيكون بعد مبادرات ثانية يعلن عنها طبعا هذا المشروع ممسكتنا مؤسسة محمد براشد الدولة فيها مؤسسات كثيرة كل مؤسسة قايمة بشيء مثلا أخذنا هيئة الشارقة الكتاب مركزة على موضوع معين مؤسسة محمد براشد نركزة على مواضيع لكن كل يصف في قناة وحده خدمة الاستراتيجية الوطنية للقراءة وأيضا قمة المعرفة والمعرفة الاستراتيجية المعرفة الشيخ محمد من البدايات تتكلم عنها وأهميتها الآن ملحقاتها هي القراءة وتحدي القراءة واستراتيجية الوطنية وصدوق الدعم للقراءة لميزانية تقريبا 100 مليون درهم كلها يتمع بعض لكن نرجع لسؤالك أن القراءة الإلكترونية هل هناك تطبيقات معينة قد تسهل التطبيقات هذه أني أقرأ قصة قصة صغيرة كلها في 10 صفحات يتصفحها هناك برامج ثانية أن القصة ينفسها فيها أسئلة وأجوبة فيها بعض التمارين التطبيقات التي يحلها وبالتالي نحن لا نخسر ورق هناك يتكلمون من جانب أنها قصة قصيرة يختار من الأربعمية قصة قصتين في اليوم بحيث أنه لا يجهد عينه لا يجهد نفسه وبعدها يمكن أن يمسك كتب ثانية ورقية إذا تنوع الآن بين إلكتروني ورقي شكل الكتاب في كتب يجب أن تلمس يجب أن تقرأها حسب السن أما الكبار فهي قصة ثانية يعني أنه مستحيل أو تقريبا صعب أنك أن تقرأ كتاب 400 صفحة أو 500 صفحة إلكترونية يكون صعب وله تأثيرات صحية وممكن نقرأ فقرات الطلاب الجامعات في التخصصات العلمية الهندسة والطب الأفضل أن يتم تحميل كل الموسوعات والقواميس كمرجع عندهم في إلكترونية أسهل عليهم فأنهم دائما تكون معاهم هذه القواميس طبعا نعرف القواميس هذه قواميس متخصصة يعني في المجالات الطبية لو أخذنا مثلا العظام سأذهب لديهم والبيولوجي في علم النبات قاموس وفي علم الكيميا قاموس وفي علم الحيوان لديهم قاموس بالتالي الإلكتروني سهل في عملية البحث وحمل الكتب جميل والتواجد الملوج بكل سهولة بالضبط أي صحيح هناك مشكلة في الإلكتروني أن كل شيء متبرمج بنظام أجنبي علشان المبرمجين يحاولون هذه التطبيقات إلى تطبيقات عربية هم محتاجين كثير من الإبداع قد يكون في شوية ركاكة قد يكون في شوية أخطاء لكن مع استمرار الاستهلاك أو الاستدامة في تناول هذه التطبيقات العالم العربي سيطور لأن حد الحين نحن ما طورنا كثير في الأبليكيشن أو التطبيقات التي نحن تتاح كل هذه الكتب أنها تكون نطلع عليها إلكترونيا هناك جانب ثاني إلكتروني وهو القراءة المسموعة لأن في عنا بعض الطلبة أو بعض الحالات التي لديهم إعاقات معينة فممكن تكون القراءة هذه تسهل عليهم الكتب التي خاصة ببعض الفئات المعاقية نحصرها بما ليس لديهم قدرة على السمع عندنا مشكلة نحن في الآزمات المرورية والخطوط التي يمشونها الناس فإذا قراءة المسموعة ممكن تستخدم بالسيارات بدأت سماع الأغاني وسماع الهايفا ممكن أن أسمع كتاب من خلال تواجد في السيارة لمدة ساعة ساعة ونصف خلال حتى الإداءة في الاستفادة أنا أعرف أحد الأشخاص نعم أبوياك في هذا الوضوح لماذا؟ لأنه قل التركيز في الشارع عارفين على الخط أفضل مكان أن أجده لأسماع القرآن والتركيز على القرآن وفعلا نعيشنا لأنه لا يوجد أي شيء ثاني أنت فقط وهذه السيارة أعرف أحد الأشخاص اللي فعلا درس ماستر بالسماع من خلال سيديات ومن خلال فلاش ميموري عن طريق سيارتك بس يكون في بعض البرامج اللي هي السماعية كان فيها تطبيقات فينصح في البداية عدم سماعها أثناء القيادة لأن البرامج هي يكون فيها تطبيق يقول لك طبق بالطريقة هذه أو سوها التمرين فشوية التركيز يقل فالإنسان يكون بعد حذر أن يسمع فيها أشياء يسمعها حتى نسمع القرآن ونقرأ بعض الكتب أو نسمعها لازم نسهل عنه شيء أنا أعرف الموضوع حتى في السيارة يجب أن يركز فجارة القرآن سبحان الله روحانيات يختلف عن الأشياء ما شاء الله نحن الرجال إذن عندنا تركيز عالي جدا نحن 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 بالعكس نحن 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 يتم نحن نحن فقط نحن نجاح نحن 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 كPhή نحن نش kuضاء نحن، التhovah نحن نحن تعتبر مفخرة للعرب بدون أدنشك وهذا المشروع لن يتكرر في التاريخ مستحيل يتكرر هذا المشروع تحدي القراءة العربي والجميل جداً الشيخ محمد المشروع لدولة الإمارات قال لا أبغي للوطن العربي وهذا يعني ما تحصل من مستحيل تتكرر أيقونة لن تتكرر في التاريخ هو أبروحي لهذه المجال شوخنا لا يتكررون رأي حفظوا نطول بعمهم شكرا لك دكتور كل شكر مشاهدين لدكتورة مريم شناصر رئيس جمعية الناس شرين الإماراتيين